اهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان الصف الاول برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من مادة تكنولوجيا المعدات مادة المعدات زي ما تكلمنا قبل كده في كل الحلقات السابقة هي جزء من مسلس التكنولوجيا الخامات والمعدات والعمليات وهي المختصة بدراسة الالات والمعدات والاجهزة وقلنا طبعا الالة او المعدة او الجهاز بتتسمى بالاسم ده حسب درجة تعقدها وحسب درجة او عدد اجزائها يعني مثلا المفك او الشاكوش لانها حاجات بسيطة دي بنسميها ادوات بسيطة بعد كده عندي مثلا حاجة زي الشنيور ده بنسميه جهاز او آلة لكن عندي كمان ماكينات معقدة بتبقى عدد اجزائها كبير جدا وفيها مجموعة تروس وفيها حركات وفيها اجزاء كتير يعني النهاردة كل ده بيدخل او بيندرك تحت المعدات والاجهزة والالات طبعا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على منهج مادة تكنولوجيا المعدات بدأنا الاول بمكونات الورشة واجزائها واقسمها وكل قسم لازم يتوفر في ايه اتكلمنا عن مبنى الورشة نفسه الحوائط الجدران الاسقف اتكلمنا عن التهوية اتكلمنا عن الاضاءة اتكلمنا عن كل الحاجات اللي المفروض تتوفر في المبنى او في مكان اقامة ورشة دهانات الزخرفة كمان في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن المعدات البسيطة اللي كانت موجودة عندي في البداية اتكلمنا عن التزجة اتكلمنا عن الرخامة اتكلمنا عن المحتويات اللي بيستخدموها الطلبة داخل الورشة في الحلقة اللي فاتت كمان اتكلمنا عن بعض معدات السقل والتنعيم والصنفرة للتسوية الأسطح ولو فاكرين معايا احنا قلنا الصنفرة او معدات السقل والتنعيم مش الهدف بس منها ان انا بنعم الأسطح ولكن احيانا بستخدمها اللي فاكرين كمان معايا وبيجاوبوا بيقولوا بنستخدمها لتخشين الأسطح شديدة النعومة الملساء علشان خاطر ما تبقاش نعمة جدا فطبقة الدهان متى لا تصقش بيها لكن لازم يكون فيه نسبة خشونة ولو بسيطة قوي عشان الدهان يتغلغل او يتداخل مع طبقة السطح فبالتالي يديني تماسك اعلى للدهان قبل ما نبتدي في درسنا النهاردة الاساسي اللي هو هنتكلم عن انواع السلالم وانواع السقلات وبعض معدات ازالة الدهان لو اتسع لنا الوقت ولكن هنبتدي الاول بمراجعة بسيطة للجزء اللي احنا خدناه في الحلقة اللي فاتت عشان نفتكر مع بعض الجزء اللي احنا خدناه فيه مواد السقل والتنعيم خلونا كده نفتكر مع بعض مراجعة معدات السقل والصنفرة اول حاجة اكمل الصنفرة من الادوات الهمة فيه نقاط الاسطح قبل ونقاط الدهان خليني اقولك دايما افتكر ان سؤال النقط ما ينفعش تقرأ جزء وبعدين تجاوب لازم تقرأ السؤال كامل وتقدر انت من سياق الجملة بتعتمد على الفهم انك تقدر تجيب الاجابة الصحيحة الصنفرة من الادوات الهمة في ايه تجهيز الاسطح لانها بتستخدم في تحضير السطح بس قبل الادهان لا قبل واثناء الادهان يعني انا ممكن اعمل صنفرة ما بين اوجه الادهان المختلفة يبقى الصنفرة من الادوات الهمة في تجهيز الاسطح قبل واثناء الادهان بعد كده بيقولي تستخدم لتنعيم الاسطح قبل الطلاق او تستخدم احيانا لنقط اللي احنا لسه ايلنها الاسطح شديدة النعومة يبقى انا هعمل ايه في الاسطح شديدة النعومة ايوة برافو عليكم لتخشين الاسطح شديدة النعومة بخشنها طبعا مش لدرجة انها تبقى محببة او غير مستوية لا مجرد بس بديها نسبة من المسامية بخشنها عشان تتقبل وتتماسك عليها طبقات الدهان طبعا ده شكل الصنفر الرول عندي طبعا السؤال اللي بعد كده في المقارنة اللي احنا اخدناها الصنفر قديما وحديثا قديما كانت تصنع من نقط ومدة السقل هي نقط ومدة اللسق هي نقط مدة السقل هي الرمل طيب كانت بتصنع من ايه الخلفية من الورق ومدة اللسق من الغراء ومدة السقل هي الرمل طيب حديثا بقى اقمشة ولداء دي الخلفية بتاعتها او الاساس بتاعها مدة اللسق هي السيليكون ومدة السقل هي ثاني اكسيد السيليكون او نقط كربوراندوم ونقط واكسيد الالمونيوم والكروم ايه الحاجتين اللي نقصين من مواد السقل الخاصة بالصنفرة حديثا زمان كانت مدة السقل هي الرمل فقط المدة الخشنة اللي بتحتك بالسطح عشان تعمله تنعيم او تسوية دلوقتي فيه مواد حديثة صلبة قوية بتديني درجة سقل وصنفرة عالية جدا ومعمرة جدا زي ثاني اكسيد السيليكون وايه ومصحوق الزجاج برافو عليكم والكربوراندوم وكاربيد الكالسيوم حتى احنا قلنا كاربيد الكالسيوم بيستخدم حاليا في صناعة رؤوس الاقلام او الاجهزة المستخدمة في الحفرة على الزجاج وده يدل على انه مدة صلبة قوية تقاوم الاحتكاك هو بيفضل معمر ولكن بيعمل احتكاك شديد بالسطح فبيقدر يعمل لي عملية صنفرة حتى للأسطح الزجاجية يبقى مصحوق الزجاج كربوراندوم كاربيد الكالسيوم اكسيد الالمونيوم والكروم وساني اكسيد السيليكون الصنفرة الجفة جفة يعني ما بتتعرضش للميا مصنوعة من نقط تستخدم في صنفرة نقط ومعجون الجدران هنا انا بتكلم عن الصنفرة من حيث الاستخدام في عندي صنفرة جفة جفة تبقى مصنوعة من ايه برافو عليكم الورق او القماش تستخدم في صنفرة نقط ومعجون الجدران يبقى هي مصنوعة من الورق بصنفر بيها خشب وجدران لان دي طبعا سريعة التلف ولو تبلت ممكن تتلف الصنفرة بقى المقاومة للماء اسمها صنفرة ايه لانها خاصة بدهان ايه انا هنا بقولك النقط فكر فيها هتلاقي اجابة واضحة لو فهمت الجملة هنا بيقولي تستخدم في صنفرة دهانات السليلوز يبقى هي اسمها صنفرة ايه صنفرة الدوكو او صنفرة السليلوز مادتها اللاصقة لداء بلاستيكية طبعا لا تزوب في الماء راتنجات ولداء لا تزوب في الماء ومادة السقل هي ايوة يبقى اسمها صنفرة ايه الدوكو طالما بتستخدم فيه دهانات الدوكو طبعا المادة السقل هي الكربوراندوم مادة السقل اسمها كربوراندوم النوع الثالث من الصنفرة الصنفرة المستديمة دي طبقة من ايه من الصلب مادة السقل من نقط مسبت على قطعة خشبية كربيد التانجستين كربيد التانجستين مادة سقل قوية جدا بتستخدم ليه صنفرة الاسطح ومنها ثلاث انواع ناعم ومتوسط وخشن ومن اسمها مستديمة يعني بتدوم او بتبقى لفترة طويلة الصنفرة اللباد لباد السلب او صوف السلب من اسمها صوف السلب يعني داخل فيها برادة المعدن طبعا هي مكونة من الصوف الممزوج بايه نقط وتستخدم في ايه بعمل بيها ايه في الدهانات دي قوية جدا دي فيها برادة حديد طبعا برافو عليكم في ازالة الدهانات يبقى الصنفرة اللباد من لباد او صوف السلب من الصوف الممزوج ببرادة الحديد طبعا نقدر نتخيل ان برادة الحديد مادة قوية جدا عشان كده بستخدمها في ازالة الدهانات الصلبة طبعا بخسل بالمزيب عشان سهل او قلين الدهان الصلب وبعد كده بكشطه بالصنفرة انواع وارقام الصنفرة من حيث النعومة الصنفرة نقط ارقامها 40 و50 و60 خلينا هنا نفتكر مع بعض ان كل ما قال لرقم الصنفرة ده معناه ان الحبيبات بتاعتها كبيرة يعني صنفرة ايه خشنة يبقى الارقام صغيرة تبقى الصنفرة خشنة كل ما الارقام تزيد درجة النعومة تزيد لان احنا قلنا الرقم هو عدد الحبيبات في الوحدة سواء كانت سنتي او بوصة يبقى انا عندي هنا كل ما العدد يزيد ده معنا ان الحبيبات انعم والصنفرة انعم الصنفرة نقط 80 و100 دي الصنفرة الايه ايوا المتوسطة الصنفرة المتوسطة 80 و100 لكن 40 و50 و60 دي خشنة 80 و100 دي متوسطة طيب الصنفرة النعمة 120 نقط 180 بالمنطق كده ايه اللي هيكون بين المية وعشرين والمية وثمانين حتى في الزوايا ايه اللي بين المية وعشرين والمية وثمانين المية وخمسين في بقى عندي الصنفرة نقط ارقامها من 220 240 280 ل500 500 دي تبقى ايه برافو عليكم شديدة النعومة صنفرة ناعمة جدا طب لو كتبت ناعمة جدا او كتبت شديدة النعومة تفرق لأ المهم ان انت فاهم وبتجاوب اجابة صحيحة مش فارق معايا التعبير اللي هتستخدمه الا اذا كانت خامة محددة باسم محدد يعني لما يجي لك في سؤال اكمل في الامتحان بتاع الترم او في امتحان نهاية السنة او حتى ان شاء الله لما تبقى في الدبلوم سؤال الاكمل فيه سؤال له اجابة محددة ما يختلفش عليها اتنين يعني بمعنى ايه انا باجي مثلا اقول لك ان الفرشة بتتكون من نقاط ونقاط ونقاط يبقى النهاردة هقول شعر وجلبة ويد طيب فيه ينفع ان انا اغير اجابة من الاجابات دي لا لكن مثلا لو كتبت اشعار او كتبت جلبة معدنية او كتبت يد خشبية او كتبت يد بس هنا المهم ان انا فاهم وجوبت صح لما يجي مثلا يقول لي ايه التهوية الوقائية انا كتبت التهوية الوقائية دي بتتم بواسطة الشفطات يبقى انا هنا الاجابة بتاعتي اجابة محددة لازم اقول الشفطات طيب لو جي قال لي الابخرة نقاط انا قلت اتضرق او قلت الملوسة او قلت اللي فيها شوائب في التلات حالات انا جاوبت اجابة سليمة نقول تاني انا النهاردة لو جي سألني قال لي ان الشفطات في التهوية الوقائية بتستخدم لسحب الهواء نقاط كتبت الملوس كتبت اللي فيه شوائب كتبت اللي فيه ابخرة ضرة التلات اجابات تعتبر اجابات ايه صحيحة يبقى النهاردة سؤال النقاط الاجابة فيه المهم انها تكون بتعبر عن الحاجة اللي نقصاني او الحاجة اللي انا محتاج اعرفها لو اختلف التعبير ولكن هي نفس الاجابة ونفس المعنى مفيش اي مشكلة واجابتك صحيحة مكينات الجلخ والصنفرة اللي هي المكينات الالية نرجع للأسئلة بتاعتنا تستخدم للمساحات نقاط النهاردة الانسان قدرته مهما كانت كمجهود وكوقت بياخد وقت اكبر اخترعوا قلات للصنفرة بتاخد وقت اقل يبقى دي تفضل عندي في المساحات الايه الكبيرة وتدار بنقاط او نقاط تستخدم طبعا المساحات الكبيرة تدار بايه ياما بالكهرباء ياما بالهواء المضغوط انت نفسك لو قردت السؤال بص كده قبل ما نجاوب تدار بنقاط طبيعي مكيناتي بها تدار بايه بالكهرباء او نقاط المضغوط ايه اللي مضغوطه ممكن يتسبب لي في حركة الهواء المضغوط يبقى النقاط محتاجة مني تركيز لكن هي سهلة ولكنها سهلة ايه ممتنع اهم انواع مكينات الصنفرة الالية مكينة الصنفرة نقاط مكينة الصنفرة نقاط مكينة الصنفرة ذات نقاط والتي تسمى نقاط نفتكر مع بعض كان عندنا تلات مكينات مكينة الصنفرة الترددية تتحرك للامام وللخلف مكينة الصنفرة الدائرية بتلف في حركة دائرية مكينة الصنفرة ذات الشريط ودي اللي بتسمى الدبابة نفتكرهم مع بعض مكنة الصنفرة الترددية دي شكلها طبعاً التلاتة العامل هو اللي بيقوم بتوجههم مكنة الصنفرة الدائرية بتلف في حركة دائرية مكنة الصنفرة زي الشريط أو اللي بنسميها الدبابة ودي اللي كانت شكلها زي شريط الدبابة لأنها بتلف بشكل ايه؟ أفقي بعد كده بيقول لي حجر الخفافة الطبيعي هو ناتج تجمد نقط نقط طالما النقط منقسمة يبقى هقول كلمتين طبعاً هو ناتج من تجمد ايه؟ مقذوف بركاني منصهر طبعاً وتجمد مادته الأساسية هي السلكة يبقى قدي شكل حجر الخفاف حجر الخفاف الطبيعي هو ناتج تجمد ايه؟ مقذوف بركاني زي ما قلنا البراكين هي عبارة عن ايه؟ في ضعف في قشرة الأرضية المعادن الملتهبة السيلة جوه الأرض من شدة الحرارة بتاخد الجزء الضعيف ده وتكسره وتخرج منه هو ده البركان هي مقذوف خرج من البركان وتجمد بعد كده المادة الأساسية في تكوينه هي السلكة أجود أنواع قوالب الخفاف اللون نقط ونقط القوالب أجود أنواعها لونين لونين زي ما احنا فاكرين غمئين بني ورماضي يفضل غمسه أثناء العمل في زيت نقط غالبا زيت نقط دي بيجي بعدها زيت التربنتين طبعا قلنا أجود أنواعه البني والرماضي يفضل غمسه أثناء العمل في زيت ايه؟ التربنتين أو المية لسرعة عملية الصحق أو عملية الصنفرة السبية هي بقايا عزام نقط الكبيرة نقط اللون ده لونها حشة يعني سهلة التفتت وده بيخليها نعمة على السطح عشان كده بستخدمها في تنعيم الدهنات الممتازة مثل نقط وتعطي سطح نقط طيب خلينا نفكر بالمنطق نفتكرها الأول اللي هي من عزام الأسماك الكبيرة لونها ايه؟ بيضاء اللون هنا كتبت بيضاء كتبت أبيض لتنين طبعا صح يبقى هي من بقايا عزام الأسماك الكبيرة بيضاء اللون هشة تستخدم في تنعيم الدهنات الممتازة زي دهنات قالك ايه؟ الهشاشة دي بتخليها ما تجرحش السطح وتصنفره بمنتهى النعومة تعطي سطح ايه؟ سطح شديد النعومة ناعم جدا طيب نفتكر بعض الرسومات اللي خدناها المرة اللي فاتت ارسم كلا من المناخل الأقماع المساند البلتات خلينا نفتكر شكلهم المنخل اللي قلنا بنستخدمه عشان التخلص من الكتل الكبيرة في الدهنات الصلبة او في الرمال اللي هي في البدرة بتاعت الملونات ده شكل المنخل دي الرسمة اللي انا برسمها بمنتهى البساطة هي عبارة عن اتنين بيضاء ويمتقاطعين وبعد كده بظلل الجزء المتبقي اللي بيمثلي الطارة بتاعت المنخل المصافي بتستخدم فيه تصفات الدهان وفيها عيون متسعة وعيون ضيقة ده شكل من اشكال المصافي شكل مخروطي بيشبه القمع وفيه عندي شكل تاني اللي هو النصف دائري والاتنين بيعبروا عن شكل المصفا الأقمع لو فاكرين بتستخدم فيه نقل السوائل وساعات الأمع يبقى فيه مصفا لو ركزنا في الرسمة دي هنلاقي فيه أمع فيه مصفا الأمع بيقوم بعملية النقل والتصفية الأمع عبارة عن مخروط كبير تحته مخروط صغير وله يد في الغالب الأقمع بتستخدم لنقل السوائل وممكن يكون مزود بمصفة لتصفية السوائل البلتات البلتة للتلوين ده شكل من أشكال البلتة برسمها على شكل بيضوي وبعمل مكان الإصبع أو اليد وهي طبعا بتستخدم فيه وضع الألوان عليها آخر حاجة في مراجعتنا للجزء اللي فات المساند والمساند بستخدمها لسند اليد أثناء عملية التلوين عشان ما سنتش على الألوان وطبعا ده غالبا في التلوين على الجدران عشان ما سنتش على اللون وهو طري قطعة من الخشب بعد كده مسبت فيها منشور أو كرة لمنع أنها تلتصق بالسطح وأنا بس ندقيدي عليها هننتقل بقى للدرس بتاعنا النهاردة وهو السلالم والسقلات النهاردة هنتكلم بشكل مفصل عن أنواع السلالم المختلفة وعن أنواع السقلات المختلفة قبل ما ابتدي أدخل في شرح السقلات والسلالم هو إحنا ليه اخترعنا أو استخدمنا السلالم والسقلات السلالم والسقلات الهدف منها أن أنا أطلع للأماكن المرتفعة اللي مقدرش أطلها بطول الإنسان العادي زمان كانوا ممكن يحطوا البراميل الأديمة بتاعة المونة ويحطوا عليها الوحخة شبية ويقفوا فوقيها طب مهما كان ده مش هيحقق لي الارتفاع المطوب طبعا ومازال لحد النهاردة كل وسائل السلالم موجودة الوسائل البدائية الأولية السلم المفرد الخشب السلم المزدوج السلالم المعدنية ولكن دخل عندي أنواع جديدة من السلالم والسقلات حديثة جدا بتضرب الكهرباء في مواتير بتتحكم فيها فيها خطفات معدنية قوية جدا بيستخدم لها السلك الواير الحبال بقى استخدامها دلوقتي أقل شوية لأن دلوقتي عندي الواير المعدني اللي هو مخلوط بألياف نسجية ولدائن بيديني درجة عالية جدا من الصلابة والمتانة أكتر من الألياف أو الحبال المصنوعة من الألياف النخيل اللي هي كانت بتستخدم قديما لتجميع السقلات هل معنى كده أن التجميع بالحبال ده ما بقاش موجود خالص لا موجود في بعض المناطق وفي الأعمال الصغيرة لكن الأعمال الحديثة دلوقتي بتستخدم السقلات الحديثة بتستخدم غالبا السقلات المعدنية في وسائل حديثة ومتقدمة لعملية التحكم في السقلات أو أنواعها أو طريقة تشغيلها أو تثبتها أو تأمينها كمان يعني حتى تأمين السقلات والسلالم دلوقتي بقى في درجة متقدمة أكتر من قبل كده طيب خلينا نبتدي مع بعض الأول نشوف أنواع السلالم أول نوع عندي من السلالم السلالم المفردة السلم المفرد زي ما احنا شايفين بيبقى ليه قائمين ومسبت فيه الدرجات المصنوعة من الخشب هنا بيقول لي بقى حاجة مهمة جدا القائمين لازم يبقوا من الخشب المتين باستخدم خشب الزين أو الخشب الموسكي بيربطهم قطع بالعرض اللي هي الدرج أو الدرجات اللي أنا بطلع عليها المسافة ما بين درجة والتانية تكون في حدود تلاتين لأربعين سنتي اللي يفضل التلاتين ليه على متوسط ارتفاع الرجل وأنا بتحرك من درجة للتانية ما تبقاش عالية قوي عشان ما يبقاش فيه صعوبة في استخدام السلم ولا تبقى واطية قوي أو قصيرة قوي فيبقى الانتقال بتاعها مش مظبوط يبقى المتوسط بتاع المسافة بين الدرجات تلاتين سنتي بجمعها بطريقة البارز والغائر أو النقر واللسان يعني ما بحطش الدرجة على وش السلم ودقها بالمسامير ولكن أنا بعمل حفرة في القائم وبعمل جزء بارز في الدرجة والجزء البارز ده بيتحط مادة لثقة زي الغراء أو أي مادة لثقة قوية وبدخل الجزء البارز فيه الجزء الغائر علشان يبقى متسبت كويس جدا ما يجيش مع حركة الانسان فوق السلم والدرجة تتفصل أو تتكسر طبعا بيكون على شكل شبه منحرف عشان الاتزان بيبقى واسع من تحت وديق شوية من فوق السلم المزدوج عبارة عن سلمين مفردين يعني والشين سلم مفرد بسبتهم مع بعض سلم من الناحية دي وسلم من الناحية التانية بسبتهم بإيه؟ بمفصلة عشان أقدر أفتحه وقفله زي ما أنا عايز يبقى من فوق متسبتين بإيه؟ بمفصلة طبعا كلنا ممكن نكون شفنا قبل كده أختار السلم المزدوج إن هو ممكن لأقدر الله أثناء العمل الدرجتين بتوعه يتفتحه وده يؤدي إلى سقوط السلم فبنعمل تأمين بإن أنا بربط درجتين السلم بسلسلة حديدية أو وير زي ما قلنا كده المهم إنها حاجة تكون مربوطة بقفل متين أو مربوطة بخطاف متين بتعمل عملية ربط وتثبيت لفرعين السلم أثناء عملية التشغيل عشان السلم ما يتفتحش والعامل يقع من عليه الحاجة التانية كعوب السلم بحط لها كويتش أو بعمله كعوب من الكويتش ليه؟ عشان السلم ما ينزلقش إذا أنا بشتغل على أرضية سيراميك مثلا أو أرضية سطحها مستوي السلم ما يتزحلقش أو يتحرك أثناء التشغيل فبحط له القواعد اللي هي أو الكعوب المططية دي عشان تسبت السلم ده نوع من السلم المزدوج ولكنه سلم معدني زي ما احنا شايفين اللي معمول بالعرض ده معمول لتأمين السلم لو ركزنا قوي في الجزئية دي هنلاقي فيه في نصها زي مفصل المفصل ده بيتحكم في درجة الاتساع ما بين جانبي السلم عشان أقدر أعليه أو أديأه أو أوسعه وروح مثبتاه بعد كده عشان ما ينزلقش مني أثناء التشغيل وطبعا زي ما احنا شايفين فيه تحت الكعوب للتثبيت ده برضو شكل تاني للسلم المزدوج فيه بقى سلالة متحركة سلم متحرك يعني أقدر أحركه من مكانه ده بيسموه سلم العربة أكبر شبه بين السلم ده سلم عربة المطافي طبعا العربة بتبقى متحركة السلم نفسه بيبقى عبارة عن مجموعة من الحلقات المتصلة داخل بعضها بيتم إخراجها كده زي الإريال يعني أنا لو عندي شكل الإريال بيطلع أجزاء كلها متدخلة من جوه بعض السلم بيبقى عبارة عن طبقات الطبقات دي بتبقى متدخلة جوه بعضها ببتدي أسحبها فكل ما بسحب أكتر بتديني طول أعلى زي سلم عربة المطافي يعني نشوف مع بعض كده يبقى تاني السلم بيبقى مكون من 3 أو 4 أجزاء متدخلة بتتحرك بشكل رأسي يبقى أنا لو عايز درجة واحدة هفتح السلم درجة واحدة لو عايز أطوله أكتر هفتح درجتين هفتح 3 هفتح 4 طبعا القاعدة أو الطابلية اللي بيبقى مرتكز عليها السلم لازم تبقى متينة بتبقى قابلة للحركة عشان أقدر أوجه السلم في الاتجاه اللي أنا عايزه بعد ما بنتهي من العمل بجمع السلم ميزة السلم ده أنه نقدر أنقله من مكان لمكان والميزة التانية أنه هو أقدر أزود الطول بتاعه أو أقلله حسب الاحتياج يبقى سلالم 3 أو 4 بيتحركوا حركة رأسية عندي بعد كده حاجة اسمها كراسي السلالم أو الكوابيل بصي كده كرسي السلم أو الكوابيل هو عبارة عن زي مسطح زي مصطبة كده زي السقلة مش سلم بالمعنى المفهوم السلم ده ليه قائمين تحت منه واحد ثابت والتاني متحرك إيه الهدف منه؟ الهدف إن أنا لو وقف في مكان المكان ده مش سطح مستوي أقدر أحرك قائم السلم ده حسب الميل اللي أنا عايزاه طب ده هيفدني في إيه؟ النهاردة بيقولني إنه ده ممكن لو أنا عايز أدهن الشباك طب أنا هقف بالسلم فين لو عايز أدهن الشباك بحتاج أقف بحرية على العتب بتاع الشباك أو على القائم السفلي بتاع الشباك اللي هو بتاع الحلق قائم الحلق السفلي فبقى عايز أسند بره طب بره ما عنديش حاجة أسند عليها خارج الشباك بعمل الكوابيل دي الكوابيل دي جزء منها بتسند جوه والجزء التاني بتسند بره الجزء الميل اللي إحنا شايفينه ده شنكل شنكل يعني إيه؟ الشنكل ده بيسبت لي الميل اللي أنا عايزاه عشان ما يتحركش أثناء عملية التشغيل وده طبعا مش بيبقى بره الشباك خالص لا ده جزء منه بره وجزء منه جوه طب بينفعني في إيه تاني؟ بينفعني في السلالم يبقى كراسي السلالم أو الكوابيل شكل زاوية خشبية معدنية أو خشب مدعمة بشناكل الشناكل دي بتخليها تتثبت على الفتحات بينفعني كمان في دهان السلم طيب تعالنا تخيل أنا بدهن الحيطة لجنب السلم هل الارتفاع عندي ثابت؟ لا في الحالة دي بذهبت جزء على الجزء الميل المرتفع وجزء تاني على الجزء المنخفض فبقدر أتحكم هنا أن أنا أبقى واقف على سطح مستوي رغم أن السطح اللي أنا واقف عليه أو الأرضية غير مستوية فده بينفعني هنا الكوابيل بتفدني في عملية دهان السلالم أو الأسطح المائلة دي بتديني أمان أكتر وأنا بشتغل على السلالم وبتديني ثقة أن أنا بشتغل على سطح مستوي طيب إيه طرق اختيار السلالم؟ يعني بناء أنا على إيه بختار السلم لما باجي أعمل عمل قال لي أول حاجة بختار السلم لمكان العمل حسب ارتفاعها المشغولة وحسب ساعة المكان يعني لو عندي مكان صغير مشغولة ارتفاعها صغير هستخدم سلم صغير لو عندي مكان متسع والمشغولة ارتفاعها كبير أو الحيطان عالية جدا هستخدم سلم كبير يديني الارتفاع المطلوب الخشب اللي بيصنع منه السلم ده للسلالم الخشبية يجب أن يكون تام الجفاف خالي من العقد والشروخ يفضل استخدام الأخشاب الأقل وزنا لأ نتكلم بقى في النقطة دي النهاردة الخشب في الأساس جاي منين؟ جاي من الشجر الخشب اللي جاي من الشجر ده فيه نسبة رطوبة فيه نسبة ليونة فيه نسبة مرونة ده يخلي السلم قابل إن أنا لو حطيته في المغزن يديني نسبة تقوص يتقوص يبقى أنا عايز الخشب تام الجفاف يبقى أنا بتأكد إن الخشب ده رقم واحد تام الجفاف تاني حاجة العقد العقد أو الشروخ أو الشقوق الشروخ أو الشقوق دي نتكة من عملية القطع أو عملية تشكيل السلم فطبعا دي بتؤدي إن السلم بأشمتين طبعا أنا عندي رقم واحد تأمين العامل الإنسان فأنا النهاردة عندي لو حصل لأقدر الله كسر في السلم أثناء العمل عندي خطورة على حياة الإنسان وعندي ممكن احتمالية لفقد الخمات يبقى أنا محتاج أأمن السلم طيب إذا كان السلم فيه شرخ يستبعد ماينفعش أستخدمه يبقى السلم إذا كان مشروخ يستبعد طب نيجي بقى الموضوع العقد دي العقد بتبقى أجزاء في الخشب قابلة إنها تقع لأنها بتفرز مادة معينة ودي كانت دي موجودة في النبات بما إن هو خامة طبيعية فيفضل الخشب اللي باستخدمه لصناعة السلم ما يكونش فيه عقد لأن العقد بتبقى نقطة ضعف في الخشب فنقطة الضعف دي لو كان في سطح مستوي مش هتعمل لي مشكلة لكن أنا هنا عندي تحميل على السلم لكتلة الشخص اللي واقف عليه فبالتالي لازم السلم يبقى متين يبقى ما فيش شروخ ما فيش سقوب ما فيش عقد وفي نفس الوقت الخشب بيبقى تام الجفاف وطبعا يفضل الأخشاب الأخف وزنا يعني أنا النهاردة عندي نوعين خشب الاتنين بيتوفر فيهم نفس المتينة أفضل الخشب الخفيف عشان السلم يبقى سهل الحمل وأقدر أتحرك به أثناء عملية التشغيل يبقى السلم الخفيف أفضل من السلم التقيل ولكن طبعا لازم الخشب يكون نوع متين السؤال اللي بعد كده بيقول لي استخدام السلالم أو الموضوع اللي بعد كده السلم بيستخدم زي ما قلنا للارتفاعات العالية هنا بيقول لي يمكن تعالية السلالم بالربط بالحبال لكن ناخد بالنا الحبال لازم تكون متينة السلالم ما بتتركبش وش بوش أنا بعمل تراكب ما بين جزئين من السلم يعني مثلا هعمل ربط دراجتين متراكبين فوق بعض الدراجتين دول هبتدي أربطهم ببعض يبقى أنا عندي في عملية ربط السلالم مش بربط السلم مقابل السلم لا بعمل تراكب لدراجتين مثلا وابتدي أربطه ربطتين على الأقل السلالم زي ما قلنا بتستخدم للوصول للارتفاعات العالية طبعا يفضل أن أنا استخدم سلم قطعة واحدة يكون أفضل وأأمن السلالم بتتسند على الجدران بزاوية 60 درجة لأن أنا لو وسعت الزاوية هيبقى السلم أقرب بأنه ينزلق ويبقى مسطح أكتر فأنسب زاوية عندي أنه يكون عامل مع الجدران زاوية 60 درجة سيونة السلالم بتتم إزاي؟ بدهنها أولا بدهان الزيت الزيت عشان يسد المسام والتانية بالورنيش الشفاف ورنيش يعني دهان شفاف مين يقول لي ليه الورنيش أو ليه الدهان الشفاف للسلالم الخشبية؟ طبعا علشان لو حصل أي كسر أو شرخ في السلم يبين على طول لكن لو الدهان عندي دهان ساتر صعب أن أنا أعرف لو حصل أي مشكلة أو أي ضرر لخشب السلم يبقى ليه دهان شفاف عشان خاطر يبين لي لو فيه أي مشكلة حصلت في خشب بتاع السلم تظهر بخزنها بعيد عن ضوء الشمس والرطوبة لأن الاتنين دول بيأثروا على الخشب ويسببوا عملية التقوص أو التشقق الرطوبة وضوء الشمس يضروا الخشب لو تعرض لهم لفترات طويلة فلما باجي أخزنه بخزنه بعيدا عن ضوء الشمس والرطوبة بعد كده بيكلمني بقى عن أنواع السقالات السقالات أنواع كتيرة ومتعددة وهي بديل للسلم ليه؟ السلم بيبقى درجة واحدة اللي أنا واقف عليها السقالة بقدر أتحرك عليها يمينا ويسارا فبالتالي السقالة بتديني قدرة على التحرك لمساحة كبيرة وفي نفس الوقت لما يكون محتاج شغل المدة طويلة غالبا هنلاقي السقالات بتتركب مثلا في دهان وجهات المباني في دهان الأسطح المرتفعة أكتر استخدامة في وجهات المباني ليه؟ بتفضل موجودة لفترة طويلة لحد ما خلص الوجهة كلها بتديني زي ما احنا شايفين حرية في الحركة لأن مساعتها كبيرة وفي نفس الوقت بتفضل سبتة لفترة طويلة باجي أخلص شغلي خدتي يوم خدت عشر تيام السقالة بتفضل منصوبة لحد ما أخلص العمل بتاعي طيب زي ما احنا شايفين السقالات مجموعة من عروق الخشب طبعا ده قديما هي مازالت موجودة ولكن الأكثر شيوعا دلوقتي السقالات المعدن فيه سقالات خشب ولكن موجودة أكتر في المناطق الريفية أو الشعبية لكن في الدهنات الحديثة وفي الأعمال البناء الحديثة غالبا بتستخدم السقالات المعدنية السقالة الخشب مجموعة من عروق الخشب أو الموسير المعدنية بحط عليها ألواح خشبية قلنا بتسهل عمليات الدهان وخصوصا للوجهات ايه أهم من مكونات السقالة الآمنة آمنة عشان تحافظ على حياة العامل قواعدها تكون ثبتة في الأرض أنا النهاردة هطلع لأدوار قد تصل لأربع وخمس وست وعشر أدوار ارتفاع ونبدهن الوجهة أنا النهاردة لازم القعدة القعدة أو التثبيت أو الأساس بتاع السقالة لو مش متثبت صح ده ممكن يخليلي السقالة تبقى غير آمنة يبقى أول حاجة بثبتها صح غالبا بيتم حفر الجزء السفلي بيتحفر له في الأرض لمسافة متر أو بيتحط فيه جرادل فيه براميل براميل مملوقة بالرمل المهم أن أنا بعمل لها تثبيت من تحت حسب ارتفاعها كل ما ارتفاعها يزيد يبقى لازم تثبيتها في الأرض يكون أقوى كمان بعمل حواجز القدم لمنع السقوط وبعمل ضربزين آمن يعني أنا النهاردة بيبقى عندي حواجز تحت وصيرة علشان خاطر أثناء العمل ما بيتحرك رجله ما تتزحلاش وبعمل ضربزين زي صور بتاع البلكونة كده عشان يمنع سقوط العامل من على السقالة كمان بعمل سلالم آمنة للصعود والهبوط اللي احنا شايفينه في عندي قادي سقالات أكتر من دور دي سقالة معدن ولكن العارضيات بتاعتها أو العوارض بتاعتها من الخشب ممكن طبعا العوارض دي كمان تكون من المعدن العوارض الخشبية دي بطلع عليها من دور لدور فيه في الجانب سلم آمن بيمكنني أن أنا أطلع أو أتحرك على السقالة السقالة أتنقل من دور للدور الثاني أنواع السقالات قلنا النوع الأول السقالات الخشبية زي ما احنا شايفين قوائمها من الخشب عوارضها من الخشب دي بتستخدم فيه برضو دهان الوجهات بربطها مع بعضها بحاجتين يا إما زي ما احنا شايفين في الصورة كده بحبال متينة اللي هي الحبال الليف بتبقى قوية أو بربطها بأمط حديدية الأمطر حديد بتبقى عاملة زي عاملة زي شبه مفتاح الأنبوبة بقدر أربطها حسب المقاس اللي أنا عايزاه الأمط يعني الربط القمط الحديدية أو الرابطات الحديدية بتجمع اللحين مع بعض وبتربطهم زي الحبال وطبعا الحديد بيبقى أقوى وأمتن طبعا قلنا كل أجزاء من الخشب ولازم أثبتها في الأرض كويس يا إما براميل من الرمل يا إما بحطها في عمق متر من الأرض عشان تديني قوة لتتحمل الارتفاعات الكبيرة السقلات المعدنية طبعا زي ما قلنا بتصنع من المعدن وهي الأقصر شيوعا لما يجي يقولك ليه السقلات المعدنية أقصر شيوعا ما هي مميزات السقلات المعدنية طبعا زي ما شفنا ده نموذج ليه وشفنا نمازج تانية طيب بتتميز بإيه سرعة إقامتها وقلة التكلفة بتاعتها ليه بقى؟ أنا السقلات المعدنية عندي مجموعة من المواسير المتينة المواسير دي جهزة معمول مفصلاتها وطريقة تثبيتها جهزة فبقدر أعمل عملية الإقامة والتشييد بتاعتها في وقت قليل جدا ولما حبها لماها ألمها في وقت قليل وكمان ما بتاخدش مكان في تخزينها يبقى سرعة إقامتها وتكلفتها قليلة معمرة طبعا أكتر من الخشب لأن تأثرها بالعوامل الجوية أقل متانتها أعلى صيانتها أسهل سهلة التخزين لأن ما بتاخدش مكان بتصلح للاستخدام الداخلي والخارجي لأنها ما بتتأثرش بالعوامل الجوية زي السقلات الخشبية ممكن كمان أعمل لها عجلات زي ما احنا شايفين كده شايفين دي سقالة معدن طبعا الجزء السستة اللي انتوا شايفينه ده بيخلي السقالة تعلى وتنزل دي سقالة معدنية متحركة هو فيه سقالات متحركة أيها طبعا فيه سقالات متحركة زي ما فيه سلالم متحركة السقالة معدنية زي ما احنا شايفين الضربزين بتاعها هنا السلم ده بيتحكم الميزة ان العامل بيطلع بعد كده برفع السلم وبنزله حسب الارتفاع اللي أنا عايزاه وطبعا بالجزء المتحرك اللي تحت العجل ده اقدر اوديها في اي مكان زي ما انا عايز في بقى عندي نوع سقلات وده موجود دلوقتي حاليا كتير جدا اسمه سقلات الطيار